السلام عليكم في هذا الدرس من دروس تعليم لغة جافة سوف انا استعرض بشكل سريع كيف يتنزيل برنامج Eclipse وتثبيته في الجهاز طبعا نفترض انه يكون الجافة هو الجياري على الاقل ثبتها في الجهاز وموجوده في الجهاز وراجع الدرس الثاني لمعرفة كيف يتم عمل ذلك طيب برنامج Eclipse وهو البرنامج هذا اللي نستخدمه في كتابة برنامجة جافة موجود من موقع Eclipse وهذا هو الموقع www.eclipse.org 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 طبعا البرنامج لما تروح الموقع هنا تروح download ثم بعد ذلك تختار تختار Eclipse standard 4.4 طبعا هذا هو الموجود حاليا والمسمى Eclipse Lona اسم الاصدارة هذي طبعا بالنسبة لي انا على اساس انه جهاز ماك فطلع لي خيارات هنا الماك انتوش لكن لو كنت دخلت مثلا من جهاز ويندوز راح تطلع لك هنا الخيارات ويندوز طبعا مرة انخر راح تختار 64 bit او 32 bit على حسب زي ما قلنا الجهاز والoperating system والجافة يجب ان يكون الجميع تتوافق فيما بينها فاذا كان الجهاز مع الجندك 64 bit والoperating system مثلا Windows 8.1 أو 8 مثلا 64 bit أو حتى Windows 7 64 bit والجافة 64 bit والإكلبس يجب ان يكون 64 bit ايضا زين اما لو كان مثلا الجهاز 30 bit فيجب ان يكون Windows 8 32 bit والجافة والإكلبس الجميع يجب ان يكون اي اما 32 bit او 34 bit طيب بالنسبة على الاقل الماك انتوش فانا اعرف انه ماك انتوش سنوليبرد فصاعدا على جهزه والoperating system نفسه يكون 64 bit والجافة ايضا طيب لو رحنا مثلا other downloads هنا ممكن يكون يطلعنا ملفات الخاصة بالWindows خلو نشوف اذا كان موجودة لا ما اظن انه موجود على كلن لما تختار اي واحد من هذه رح يبدالك يسوي لك download اكليبستاندرد 4.4 لا تختار الجاذا EE اللي ه الانتربيز حين نبغى اللي فيها الجافة اا اشو اسمها الخيارات الجافة تحميل الجافة لما تحمل الاكليبس رح يكون في ملف مضغوط طبعا بكل بساطة ملف zip file ملف مضغوط ينتهي ب .zip طبعا تضغط ضغطين على الملف تفك ضغط الملف وبعد كده يطلع لك مجلد لما تفك ضغط الملف يطلع لك مجلد او فولدر تقريبا بهذا الاسم Eclipse 4.4 طبعا بكل بساطة تروح هنا هذا هو البرنامج تضغط ضغطين يشتغل البرنامج ما يحتاج انستول ما يحتاج تسوي اي شي لما تشغل البرنامج راح طبعا يطلب منك لما تشغل البرنامج راح يطلب منك في البداية تحديد المكان العمل المكان اللي راح يخزن فيه كل البروجيكت او المشاريع الخاصة بك حقه java مضبوط ويمكنك تحديد اي مكان تروح تضغط براوز وتحدد المكان اللي تبغاه او المجلد اللي تبغاه مثلا يكون تحت document غالبا راح يسميه workspace او مساحة العمل اللي راح تعمل فيها تضغط اوكي بعد كده راح يشتغل Eclipse طبعا بعد ما يشتغل Eclipse في المرة الاولى اول ما يشتغل راح تجيك نافذة welcome راح يكون كل النافذة الموجودة امامك هنا welcome خلوني نشوف اذا كان ممكن افتحها اه حتى نشوف اذا كان اه اذا كان في امكانية او اذا كان اضلنا موجودة هنا خلو نجرب اذا كانت موجودة اه لا اه الحقيقة ما ادري كيف افتحها يعني لكن على كل ان في المرة الاولى لما تفتح اه النافذة لما تفتح برنامج اكليبس فراطلع لك اه welcome كلمحة سريعة عن برنامج اكليبس طبعا هذي يسمونها perspective يعني وجهة نظرك اللي تعمل فيها الان حنا وجهة النظر او الطريقة اللي نعمل فيها الان نعمل تبرمجة برامج جافة كل perspective في مجموعة نوافذ عندك هنا نافذة وهذه نافذة عندك هنا نافذة اللي يكون فيها الاديتور المنطقة هذي عندك هنا نافذة فيها الكونسول هنا في نافذة اخرى كل واحدة من هذولي يسميها الاكليبس تسمى بالفيو زين فاذا البرسبكتف هي عبارة عن تنظيم لمجموعة فيوز فهذه البرسبكتف حقه الجافة هنا هي منظمة من خلالها تم تنظيم مجموعة من الفيوز مثلا الباكيج اكسبلورر اللي فيه الباكيجز او البروجيكت حقاتك حقات الجافة هنا الكونسول اللي تطلع فيها النتائج حق البرنامج لما ننفذ هنا معلومات اخرى problems مثلا لو كان في مشاكل عندك بالبرنامج اخطاء documentation حق البرنامج حقك كل واحدة من هذي نسميها view هنا ال outline اللي فيه مثلا لو فتحنا مثلا اخر برنامج كتبناه اللي هو برنامج rectangle مثلا واحدة برنامج اللي كتبناها لو فتحنا ال project مثلا وفتحنا ال class نروح طبعا تحت project فيه source نفتح class rectangle او package rectangle نلقى فيه class rectangle مباشر ال outline اللي عطتنا انه فيه class rectangle وفيها شو اسمه فيها method اسمها name زين واضح ممكن لو مثلا لو ضغطنا على perspective ثاني اسمها debug فيه راح تغيرنا شكل النوافذ زي ما تشوفون فيه بعض النوافذ مشتركة مثلا نفذة console موجودة هنا او view حق ال console نفذة rectangle موجودة هنا برضو بس تغير التنظيم وصار فيه نوافذ اخرى جديدة خاصة بال debugging عملية debugging او عملية البحث عن اخطاء البرنامج نرجع لل perspective حق الجافة طبعا تقدر تعدل على perspective زي ما تضغط تقدر تصغر وتكبر من هنا او تحرك هذه تقدر لو تضغط هنا double click راح يكون كامل الشاشة بعدين تضغط double click مرة ثاني راح يصغر لك ويرجع زي ما هو نفس الشي في ال console لو تسوي double click عليه راح يطلع لك كامل او تسوي double click مرة ثاني يرجع لك طبعا دائما اهتم من يكون package explorer مفتوح لو كان package explorer غير مفتوح بإمكانك تروح من فوق من window زي ما القائمة window طبعا الاسم كمية ظاهرة في الفيديو لكن القائمة اسما window واحد من الخيارات القائمة اسما window بعدين تروح show view وبعدين من هنا عنديك تجيب بكيج explorer واحد من هنا او لو اضغطنا هنا راح يورينا package explorer زي ما لو سكرنا بكيج اكس بلور مثلا عن طريق الخطأ كيف نسوي نروح ال ويندو بعدين نروح ال show view وبعدين روح بكيج اكس بلورر من هنا وراح يفتحها لنا تقدر تنظم الهاذي تسحبها تحركها كذا تشيلها تحطها مثلا على اللي سار او او مثلا تحطها بالشكل هذا مثلا حيث انه مثلا لاحظ كده مثلا او خلو نجرب مثلا الاوتلاين مثلا ما نبغاها هنا على اللي سار نقدر نسحبها نحطها تحت مع بقية هذا ولي طيب نجرب مرة ثانية جبناها هنا زين نقدر ننظم زي ما نبغى لو بغينا نرجعها دبل كليك او نقرتين بالفارة ونسحبها مرة ثانية ونرجعها على اليمين هنا زين اذا تقدر تتحكم بالفيوز زي ما تبغى هاي طريقة عمل اكليفس بشكل سريع طبعا زي ما قلنا في المرة اللي راحت اذا بغيت خلو نضغط زر الايمن بعدين نسكر البروجيكت هذا بشكل عام اذا بغيت تسوي اي برنامج طبعا ما زلنا نحن نسوي برامج بسيطة فبشكل عام تضغط باليمنا هنا تقول نيو بعدين جافة بروجيكت بالطريقة هذي سويت بروجيكت تعطي اسم البروجيكت وبعد كذا تسوي كلاس جديدة وراح نشوف ان شاء الله سوينا حنا في وراح نشوف نسوي العملية هذي بشكل متكر حتى ان شاء الله يتم حفظها وطبعا التنفيذ يتم من هنا هذه اللي تم من خلالها التنفيذ اشتركوا في القناة